طيب في استكمال القوة أحمد فتحي والشناوي لاتنين المصابين هيتعمل لهم رانين الأسبوع اللي جاي يعني خلال يومين ثلاثة علشان الجهاز الطبي يطمئن تماما على سلامتهم قبل عودتهم للتدريبات بقوة بإذن الله حسام عشور 15 يوم من تاريخ الإصابة يعني كمان فضل له 10 أيام ويرجع للفريق علي معلول بدأ يدخل وإن شاء الله خلال أيام يكون بيتجهز بشكل جيد جونيور أجيه اللعب الناجيري الكبير أعتقد مع بداية يناير أو دخل الكورة مع بداية يناير إن شاء الله في قيده القيد الشتوي يكون جاهز بإذن الله علشان يدعم قوة الأهلي ابتداء من أول يناير بإذن الله لكن مش عارف حتى على مستوى النشئين تعرف حاجة مفارقة كمان من مكاسب مباراة الأهلي وجونة ايه ها تعلق ابننا حرس المرمى المعار لنادي الجون وعمر رضوان عمر رضوان دي مش مكاسب وده يقودنا الفقرة مهمة يا جماعة يعني هنتعود مع حضراتكم إن شاء الله أن كل خميس يبقى فيه قضية نلقي الضوء عليها بكثافة شوية يمكن قضية النهار ده حتى وإن كان فيه الوقت داية لأن احنا مع حضراتكم مدة ساعتين فقط لغاية 12 ونص لزروف مباراة السلة اللي اتأخرنا في ظهورنا لكن هنحاول بقدر الإمكان نناقش قضية الإعارات خاصة ما يتعلق إن انت تعير لعيبة وتشترط على أنديتهم إنهم ما يشاركوش فده خارق لمبدأ تكافل فرص قضية مهمة جدا قضية الإعارات وما بين إخلاص اللعيبة وارتباطاتهم بتعاقداتهم هنقشها باستفادة إن شاء الله من خلال على الأقل تألق عمر رضوان بكل الإخلاص في مباراة الأمس وهو يذود عن مرمى فريقه الجونة اشتركوا في القناة